أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر أن الانقلابيين يريدون أن يحكموا اليمن بقوة السلاح واصفاً إياهم بالقوى المأجورة ودعا بن دغر خلال لقائه في عدن قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية دعا إلى الابتعاد عن الخلاف وتغليب مصلحة البلاد وتركيز الجهود في مواجهة قوى الانقلاب كما طالب رئيس الوزراء اليمني القيادات الحزبية بالمحافظة على أمن عدن واستقرارها مشيرا إلى إنقاذ المحافظة من أي صراع هو إنقاذ للدولة بالكامل وجدد التأكيد على أن السلام الدائم والعادل والشامل لن يكون إلا بتنفيذ القرار الدولي 2216 وإذن المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني